موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من صحيفة The Australian التي نشرت مقالا للكاتب بن ماكنتاير تحت عنوان الدولة الإسلامية تخضع لنظام الكريملين أكثر من القرآن ويقول ماكنتاير إن ستالين هو المؤسس الحقيقي لتنظيم الدولة الإسلامية حيث أنها تقتفي أثره وتعاليمه على أرض الواقع من حيث أنها أسست دولتها المزعومة في سوريا والعراق على نفس الدعائم التي حكم بها ستالين الاتحاد السوفيتي ويضيف أن الخلافة المزعومة قامت على أساس التخويف وسياسة الترهيب والرعب إضافة إلى شبكة من التجسس والاستخبارات الداخلية القوية كما أن دولة ستالين والدولة الإسلامية قاما على أساس التفتيش في النواية والتخلص من المعارضين بشكل تام ونهائي ويؤكد ماكنتاير أن الاستخبارات العراقية في عهد صدام حسين ووكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية السابقة ستايسي علاوة على الكيجبي أو الاستخبارات التابعة للاتحاد السوفيتي السابق شكلت الرافد الأساسي والأب الروحي لأجهزة الأمن في الدولة الإسلامية ويؤكد أن الأدلة على ذلك ظهرت في وثائق أميط عنها اللثام بعد معركة بين مسلحين معارضين في سوريا وسمير عبد محمد الخلفاوي الذي يعتقد أنه الأب الروحي لاستراتيجية الأمن لدى الدولة الإسلامية وهو المخطط لانتصارات التنظيم الأخيرة في شمال سوريا ويقول ماكنتاير إن الخلفاوي المعروف باسم الحاج بكر كان يعمل ضابطا في الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش صدام حسين ثم انضم لاحقا لتنظيم الدولة الإسلامية وأسسا لكثير من أنظمتها الأمنية وعقائدها العسكرية والأمنية ويؤكد أن الحاج بكر قتل في مطلع 2014 على أيدي مسلحين سوريين في منزله وكان لديه الكثير من الوثائق التي تشرح استراتيجية الدولة الإسلامية وكيف خطط لتأسيسها عبر نشر الجواسيس وتجنيدهم بعيدا عن الدين وعلى غرار ما تعلمه سابقا في الجيش العراقي وهو نفس أسلوب العمل في الاتحاد السوفيتي السابق نشرت صحيفة لاكر الفرنسية مقالا للباحث الفرنسي كاميل جران مدير المؤسسة الفرنسية للبحوث الاستراتيجية بعنوان أي سلام في سوريا حيث يدور المقال حول الحرب الدائرة في سوريا حيث أشار إلى أن هذا الصراع الذي انطلق بمظاهرات سلمية ضد نظام بشار الأسد في إطار سلسلة ثورات الربيع العربي تحول إلى واحد من أكثر الصراعات دموية في القرن الواحد والعشرين بعد أن تسبب حتى الآن في سقوط مئتين وخمسين الف ضحية أكثر من نصفهم من المدنيين ومنهم عشرة ألاف طفل وذكر الكاتب أن هذا الصراع شهد استعمال الأسلحة الكيموية في عدة مناسبات وخلف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أدى تدفقهم على الدول المجاورة إلى خلق مشكلات عديدة لهذه الدول على غرار لبنان والأردن وتركيا كما كان هذا الصراع سببا في تشريد 6.5 مليون شخص عن منازلهم داخل سوريا في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون وذكر جران أن هذه الثورة التي بدأت سلمية نسجا على منوال الثورتين التونسية والمصرية سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية بالغة الدموية تدور رحاها بين عدة أطراف ما جعل المراقبين يستبعدون أن تضع أوزارها في القريب العاجل خاصة مع عدم وجود أي طرف قادر على حسم المعارك لصالحه وأشار إلى أن قسوة النظام السوري وسياسة القمع الممنهج التي يمارسها أدت إلى انحدار الفصائل المعارضة له نحو تطرف وسهلت على التنظيمات الأكثر تشددا استقطاب المقاتلي من الدول العربية والغربية ما أدى إلى ولادة المارد الذي يسمى داعش تنظيم الدولة واعتبر هذا الباحث الفرنسي أن الوضع أصبح اليوم معقد جدا في خضم هذا الصراع بين أطراف عديدة متدخلة بعدة طرق مباشرة وغير مباشرة حيث أن النظام السوري لا يزال يسيطر على مناطق هامة في سوريا بفضل الدعم الإيراني ومن ورائه الدعم الروسي وأكد أن هذا النظام يبدو أكثر من أي وقت قد مضى مجرد بيدق في يد طهران في ظل سيطرة ميليشيات حزب الله وضباط الجيش الإيراني على الوضع الميداني وارتباط بقاء النظام ببقاء هذا الدعم الخارجي ورأى الكاتب أن الحلول الدبلوماسية تبدو بعيدا وأن الصراع يسير شيئا فشيئا على خطى حرب الثلاثين سنة التي شهدتها أوروبا خلال القرن السابع عشر وعصفت بالتحالفات والحدود القائمة وخلصا إلى أن الخيار الوحيد الذي يبدو منطقيا هو اعتماد خطى ثلاثية طويلة الأمد تتمثل في إضعاف تنظيم الدولة بالتزامن مع تدعيم قدرات المعارضة المعتدلة والبحث عن وسائل لعزل النظام وحرمانه من الدعم الخارجي نطالح في صحيفة الحياة اللندنية مقالا لجورج سامعان تحت عنوان إيران تتشدد في اليمن خوفا على سوريا رأى فيه الكاتب أن إيران ترغب وهي تعض على الجرح في أن يتحول اليمن الساحة لاستنزاف المملكة وشركائها مخافة أن يشجع نجاح عصيفة الحزم في هذا البلد على نقل التجربة إلى سوريا مشيرا إلى أن التفاهم الجديد بين السعودية وقطر وتركيا فضلا عن باقي أعضاء التحالف العربي يحقق رافعة للتقدم الذي أحرزته الفصائل المعارضة سواء في الشمال أو في الجنوب ولفت الكاتب إلى أن إيران لا تخشى على نفوذها في العراق حيث يمكنها الاعتماد على القوى الشيعية أكبر المكونات عددا في هذا البلد لكن شبكة الأمان ليست متوافرة لحضورها في سوريا وتاليا في لبنان لذلك تبني جل استراتيجيتها في بلاد الشام على وجوب الحفاظ على الوضع القائم في سوريا مبينا أن أي تغيير مناهض لمصلحتها في هذا البلد سيلحق ضررا بحليفها اللبناني حزب الله ويخلق لاحقا عنصر قلق للنظام في بغداد بسبب الارتباط والتواصل بين المحافظات السونية في كلا البلدين ونوه الكاتب إلى أن طهران التي راقبت موقف موسكو والتي لم تعترض بالفيتو على القرار الأخير لمجلس الأمن أدركت أن موسكو حريصة على علاقة جيدة مع دول مجلس التعاون التي تقود ما بقي من عمل عربي مشترك وتدفع نحو إحياء جامعة جديدة مع طيف من الدول بينها مصر والأردن والمغرب معتبرا أن الأزمة السورية تقدم نموذجا أو فرصة لاختبار حدود هذا التعاون وختم الكاتب متسائلا فهل حان الوقت لمثل هذا الاختبار؟ أم إن التسوية اليمنية سيولد إنجازها دينامية تدفع إيران إلى مزيد من البراغماتية وقف المغامرات في اليمن وسوريا وغيرهما؟ صحيفة ستاري التركية نشرت مقال لنصوح جونجور بعنوان كالتشدار أوغلو محق يجب أن يرحل السوريون حيث وعد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في حال فوز حزبه بالانتخابات بأنه سيرسل بالسوريين إلى بيوتهم في سوريا ولم يكن صد ما قاله كالتشدار أوغلو كبيرا كما يجب أن يكون فهناك قرابة مليوني لاجئ وكان من المنتظر أن تهز هذه الكلمات تركية بأسرها وأنا أرى أن كالتشدار أوغلو محق فيما قاله فلا يجب أن ينتزع من أي إنسان من وطنه وأرضه وبيته ولا أن يجبر على الرحيل والحياة في مكان آخر مهما توفرت له ظروفه الراحة في المكان الجديد فلن يحل مكان الوطن ومن هذه الزاوية أدعم خطط كالتشدار أوغلو لإعادة السوريين إلى منازلهم ولهذا مراحل وخطوات يجب المضي فيها ولا بد أن يكون السيد كالتشدار أوغلو قد وضعها في حسابه وسيعلنها قريبا أولا على زعيم حزب الشعب الديمقراطي أن يعلن النظام السوري ذو اليد الملطخة بالدماء مجرما في المحافل الدولية وخصوصا في الأوساط التي للحزب تأثير كبير عليها وعليه أن يعلن أيضا أن نظاما كهذا لا يمكن أن تقوم له قائمة بعد الآن ولا حتى لدقيقة واحدة ولا مفر أمام حزب الشعب الجمهوري من أن يقول لا لسياسات نظام السوري في دمشق التي تبث التفرقة والعنصرية والطائفية التي يعلن الحزب أنه يحاربها ويقف ضدها اليوم ونحن على أعتاب الانتخابات العامة ولم يبقى لها سوى ستة أسابيع لا يمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يسكت وقد أعلن منذ الآن أنه شريك كبير لنظام دولة قامت فيه أقلية نصيرية بكل ما هو غير مشروع وغير قانوني لتبقى في الحكم المستبد المتفرط كجزء من مشروع يخطط له أن يستمر لمئة عام إن حكومة جديدة في سوريا آتيا بانتخابات شفافة تمثيل الشعب هي الوحيدة التي من شأنها أن تعيد السوريين الذين انتزعوا من ديارهم إلى أوطانهم وبيوتهم ولو كانت مهدمة وإلى ذكرياتهم التي انتزعتها منهم يد النظام الملطخة بالدماء زعيم حزب الشعب الجمهوري يبني إذن سياسة جديدة تولي الإنسان جول الاهتمام ويترك بذلك مفاهيم السياسة الخارجية الداعمة التي يتخذها مثلا أعلى له ويتخلى عن النظام السوري الذي يراه آخر معاقل العلمانية في الشرق الأوسط وإلا لما جعل همه الوحيد عودت اللاجئين إلى بيوتهم هؤلاء الذين عاشوا إحدى أكبر المآسي التاريخية موقع تركيا بوست نشر مقالا بعنوان القضية التركية الأرمانية الحل سهل حيث أثيرت في الأيام الأخيرة طجة كبيرة حول ما تعرض له الأرمان من قبل الجيش العثماني في سنة 1915 وترى تركيا أن إصرار عدد من زعماء العالم على وصف تلك الأحداث بالإبادة الجماعية وتركيز وسائل الإعلام العالمية على هذا الملف يهدف بدرجة أولى إلى تشويه التاريخ التركي وربطه بجريمة إبادة جماعية وبدرجة أولى إلى إحراج القيادة التركية الحالية المعروفة بخلفيتها الإسلامية والتي توصف أحيانا بالعثمانيين الجدد في حين يرى معارضو الطرح التركي أن الأتراك يبالغون في طبيض تاريخهم ويتعاملون بحدة تجاه كل من يتحدث وقدث عن إبادة جماعية تعرض لها الأرمانيون في آخر عهد دولة العثمانية وهو ما تعرض له بابا الفاتيكان مؤخرا من قبل سياسيين أتراك بعضهم من الحكومة وبعضهم من المعارضة وإن كان التوفيق ما بيئنا القراءتين المتضادتين لأحداث الف وتسعمائة وخمسة عشر يبدو شبه مستحيل فإن الحل السهل لهذا الخلاف موجود وقد طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردغان منذ سنوات عندما قال في ندوة حوارية حضرها رئيس الوزراء الأرماني أنه قدم اقتراحه لحل الخلاف وأنه مستعد للقبول بالنتائج مهما كانت جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان خارج الصندوق حيث تشير الافتتاحية بأنها ليست فكرة جديدة تلك التي يوحي بها العنوان بل هي فكرة طالما رددناها ودرسناها وتداولناها فيما بيننا لكي نقدم ما هو جديد دائما ولكن دون أن نشعر كنا نقولب تلك الفكرة ضمن صندوقها الخاص الذي ربما يختلف قليلا عن الصندوق الاعتيادي الذي ندعو للخروج منه في تفكيرنا من الناحية الشكلية ولكن المضمون المكبل لرؤوسنا التي لا زالت تعمل بنفس الطريقة منذ ألف عام لا زال يرخي بظلاله على عالمنا المليء بالمشكلات التي تحتاج تفكيرا حقيقيا خارج الصندوق يوم كانت الثورة كانت البداية لإعلان أن هذا الصندوق لم يعد يتسع لنا لم يعد يناسب مقاسة موحاتنا لم يعد يستوعب أفكار جيل جديد يطمح لنيل حريته وكرامته يومها فقط توسعت أضلع الصندوق بل وتحطمت بعض جدرانه كان الأمر وشيكا كان هذا الصندوق يوشك على الانهيار والتحطم لولا أن قوة خارقة في عقولنا إعادة ترتيب أضلعه بأبعاد مختلفة تتسع لكل الأشياء الجديدة التي جئنا بها والتي لم يعرفها الصندوق من قبل لنعود للدوران من جديد في دوامة جديدة صار يطلق عليها اسم الثورة ونلعن الدوام الماضي التي أطلقنا عليها اسم النظام محترفون نحن في صناعة الصندوق واختراع الدوامات محترفون نحن في نحط التماثيل وجعلها أصناما تعبد محترفون في تقييد رؤانا وعقولنا ضمن مسلمات ندرك أننا من يصنعها ثم نعتقد فيها الحقيقة المطلقة محترفون منذ ألف عام تقريبا في صيانة وتجميع الصندوق ولكن الكلمة ثورة يجب أن تستعص هذه المرة على الصندق جريدة سوريتنا نشرت مقالا لعقيل حسين بعنوان في قضية فك الارتباط وصراع البقاء والمستقبل هل تخلع النصر جلباب القاعدة؟ حيث يشير الكاتب إلى أن البحث في القضية لم يقتصر على النصر والفصائل الأخرى بل هو بحث يجري على المستويات كلها داخل الجبهة حيث يسود انقسام بين القادة والمناظرين فيها حول ضرورة فك الارتباط من عدمه وكيفية التعاطي مع هذه القضية التي تضع النصر اليوم بل والقوى الأخرى جميعها في سوريا على مفترق طرق ويضيف الكاتب أن ترتيبات جديدة تعد للتدخل في سوريا عسكريا من قبل دول إقليمية داعمة للثورة ولعلى الزيارة العلنية التي قام بها قائد جيش الإسلام المحسوب على السعودية زهران علوش إلى تركيا مؤخرا واللقاءات التي عقدها مع عدد من المبعوثين والمسؤولين والقادة من عدة دول كما قيل تنقل التقارب السعودية التركي فيما يخص القضية السورية إلى مرحلة الحقيقة بعد أن كان مجرد تكهنات وتصريحات وذلك من خلال الدعم الاستثنائي الذي حظيت به الفصائل العسكرية مؤخرا وانتج قوى موحدة تنظيميا باسم جيش الفتح حققت حتى الآن تقدما كبيرا في الشمال ويرى الكاتب بأن اتفاق المصالح بين النصرى وتركيا لا يقارن أمام العلاقة القوية بين أنقرة وحركة أحرار الشام التي عادت قوية جدا اليوم وهو أمر يرشح الحركة للقيام بدور البطولة في الشمال حتى اتخاذ أي قرار من الدول العربية وتركيا في التدخل المباشر فعلا مقابل منح هذا الدور لجيش الإسلام في دمشق واريفها وللجيش الحر القوي جنوبا في حورا وإذا كان الجميع قد فهم من البيانات الأربع التي أصدرتها تجمعات الجيش الحر الرئيسية في درعا وألنت فيها المقاطع لجبهة النصرى مؤشرا على بداية فرز صريح بين القوى العسكرية على الأرض تمهيدا لاعتمادها رسميا في أي تحرك واسع ضد النظام فإن المؤشر العسكرية القوي على هذه التحضيرات يأتي من منطقة القلمون التي فتح فيها تنظيم الدولة مؤخرا معركة واسعة كهجوم استباقي هدفه قطع طرق إمداد الفصائل بين الحدود الأردنية واريف دمشق لذا لم يكن للجبهة أي الرد فعل عالميا على تلك البيانات من هذا المنطلق يجري تفسير الحديث المتصاعد اليوم عن ارتباط النصرى بالقاعدة وإمكانية فكه أو ضرورته وهذه المسألة لم تكن وليدة اليوم في الحقيقة بل دائما ما كان الحديث عن الارتباط بالقاعدة مثار جدل داخل جبهة النصرى وبدأ أصلا منذ مناقشة إعلان البيعة لأمير القاعدة ردا على إعلان أبي بكر البغدادي الدولة الإسلامية في العراق والشام في نيسان 2013 لكن ذلك لا يعني أن الأمر سيكون يسيرا على النصرى فليس من السهل أن يتم التخلي عن الرمز الرئيس الذي حفظ الجماعة بعد أن كاد التنهار مع إعلان الدولة الإسلامية وإذا كانت قيادة الجبهة قد تصرفت طبال السنوات الأربع الماضية بذكاء من قطع نظير حفظ لها استمرارية التنظيم وتنامي قوته وانتشاره فإن تحديا صعبا يواجهها اليوم أمام امتحان مصيري بكل معنى الكلمة يضعها أمام خيارات صعبة جدا يبدو أن أقلها إلى من هو إعلان فكي الارتباط عن القاعدة ولكن لماذا هو الخيار الأفضل بالنسبة للنصرى بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة